تصعد واشنطن من تصريحاتها الرافضة لتطبيع العلاقات مع سلطة الأسد تلك التصريحات زادت حدتها في ظل محاولة تركيا لتحسين علاقاتها مع السلطة وهو ما تراه واشنطن أنه يتعارض مع مصالحها وسياساتها أمريكا وعلى لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قالت إنها ستراقب التطبيع المحتمل للعلاقات بين تركيا وسلطة الأسد مشيرة إلى أن نتائج التطبيع في الماضي لم تسفر عن أي نتائج ملموسة ومع كل محاولة تطبيع مع الأسد تصدح تصريحات من مسؤولين أمريكيين للحديث عن موقف بلادهم الرافض لذلك متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يؤكد أن واشنطن لا تؤيد تطبيع العلاقات بين تركيا وسلطة الأسد ما لم يكن هناك تقدم حقيقي نحو حل سياسي للأزمة وفق تعبيره مشيرا إلى أن بلاده لا تدعم جهود التطبيع بين البلدين ومؤكدا في الوقت ذاته أنها محاولات دون نتائج عملية التطبيع التي قد تدفع سلطة الأسد تجاهها أن تكون أكثر مرونة وقبول لحل السياسي تراها واشنطن أنها غير مجدية بحسب الباحث السياسي ومدير وحدة الدراسات الاجتماعية في جامعة شام محمد البقاعي الذي قال لحلب اليوم وبناء عليك الولايات المتحدة الأمريكية تقول للجميع ويقول للتواتف هي يمكن لكم أن تجربوا التطبيع ولكنه لن يمتج شيء وفي حال حاولتم أن تفرضوا واقع في الولايات المتحدة الأمريكية موجودة على الأرض وهي قاطرة على منع أي مسار لا يتلاءم مع مصالحها تتمسك الولايات المتحدة الأمريكية بموقفها الرافض لتطبيع العلاقات مع سلطة الأسد إن كان على الصعيد العربي أو الدولي موقف يتجدد مع كل عملية تطبيع تؤكد من خلاله واشنطن أن لا شرعية لبشار الأسد وسلطته ترجمة نانسي قنقر